احنا قرينا تغريدات ان ابراهيم العرجاني بنته عملت حدثة وبتتعالج في اسرائيل لان فيه مستشفى معين في اسرائيل مؤهل لحاجة زي كده فهو الراجل يعني بيعالج بنته في اسرائيل اعمار غزة والبيزنس اللي حاصل والكلام ده كله قالوا لصحافة العبرية ان ابراهيم العرجاني كان هو اللي مسيطر على كل حاجة ما كانش فيش كارت اسمنت بتدخل والاعلام العبري كان بيتكلم عنه كويس قالوا كمان ان ابراهيم العرجاني بياخد على الشاحنات المساعدات بالتلاتين الف دولار ويعني عامل بيزنس جامل جدا في موضوع الشاحنات وشركة هلاك كلمنا عنها كتير جدا يعني بيزيد من معاناة الفلسطينيين يعني بيشتغل تقريبا لحساب الاسرائيليين او بينفذ ما يريدوا الاحتلال الاسرائيلي هنا بنتكلم على شخص من ابناء سينة برضو بنتكلم على شيخ من مشايخ البدوة السينوية بتأتيه فرصة او سبوبة العمر زي اللي جاية للعرجاني دلوقتي لكن الراجل سالم الهرش في هذا التوقيت بيرفض هذه الاغراءات الاسرائيلية وتعالوا نشوف التمن اللي دفع سالم الهرش بعد هذه الكلمة العظيمة بعد الكلمة بتاعته اسرائيل غضبت غضبا شديدا ونزل هذا الكلام كالصاعقة على رؤوس ديان والاسرائيليين فوجئ ممثل وكالات الأنباء والديبلوماسيين بهذا الحديث الحاسب من الشيخ الهرش انفض المؤتمر وسط أجواء من الفوضى والإحباط بعدها مباشرة الاحتلال الاسرائيلي أبض على مية وعشرين واحد من كبار المشايخ السينوية وعذبوهم وحكموا على الشيخ سالم الهرش بالإعدام غيابيا الاحتلال الاسرائيلي اللي حكم على سالم الهرش بالإعدام غيابيا ليه؟ ارجع بس معلش عشان نعمل المقارنة دي مهمة الاحتلال الاسرائيلي حكم على سالم الهرش شيخ من مشايخ سيناء بالإعدام غيابيا ليه؟ لأنه رفض تسلمهم سيناء لأنه رفض يتنازل عن سيناء الاسرائيل السلطات المصرية أو القضاء المصري على الجانب الآخر حكم على العرجاني بالسجن ثلاث سنين ليه؟ لأنه كان في سيناء اعتقل على الأرض السينوية زباط مصريين واحتجزهم واعتدى عليهم فعندنا واحد حافظ على تراب سيناء في ذروة الاحتلال الاسرائيلي وما كانش فيه مؤسسات دولة وراه في الوقت ده هنعرف انها بقت وراه بعد كده وعندنا واحد واجه مؤسسات الدولة واعتقل عدد منها فشتان الفارق دي مصر اللي حكمته ودي اسرائيل اللي حكمته